عادتنا في الحقيقة مازال متواصل عن الرياضة النهاردة هنتكلم عن المكملات الغذائية اللي بنشوفها بتتباع داخل صلاة الرياضة وداخل الأماكن الرياضية اللي على الرغم من إن لها فوائد إلا إن هي لازم تستخدم تحت إشراف طبي الإفراط في استخدامها ممكن جدا يسبب مشاكل صحية سواء في القلب أو في الكبد الأيام اللي فاتت شوفنا عدد كبير من الرياضيين مش من الناس العاديين اللي ممكن يستخدموها من الرياضيين تعرضوا لأزمات صحية بسبب استخدامهم الزائد لهذه المكملات إذا أقول لك يا مصطفى مش بس الرياضيين كمان فيه سيدات كثيرة قوي بصراحة بيتم كده إيه خليني أقول استقطبهم على النات من حتة إيه إنه أنا الهرمونات فيها مشاكل مش عارفة إيه يبقى الفايتامينز دي مفيدة للشعر للجسم الكولاجان الحاجات ذي كلها وللأسف فيه سيدات كثيرة قوي بتاخد الحاجات ذي من غير ما ترجع لطبيب عن فوائد وأضرار هذه المكملات هيكلمنا عنها الدكتور أسامة غنيم خبير مكافحة المنشطات الدولي هيوضح لنا كل التفاصيل ذي أهلا بيك يا فناني أهلا بيك وصبع الخير يعني خلينا في الأول كده سؤال بسيط ويعني صريح جدا إيه مشاكل الإفراط في استخدام المكملات الغذائية زي الوي بروتين والحاجات ذي كلها اللي بيستخدموها أي حد بيروح الجيم وعايز يبني عضلات تعالوا الأول نفرق بين المكملات الغذائية وبين الفايتامينز لأن أغلب الفايتامينز دي بيكتب عليها مكمل غذائي المكملات الغذائية احنا عندنا ثلاث أنواع نوع بيتعبل بشكل نظيف جدا ومعمول في مصانع عالمية ولكن مشاكله فين بقى في الجسم لما بتتخززن زي ما حضرتك قلت دلوقتي في الكبد أو على القلب أو أثناء خروجها تأهد مشكلة على الكلا في نوع تاني بيبقى بيحتوي أو ملوث بهرمونات الزكريا اللي هي تسوسيرون هرمون دي بقى مشكلتها في إيه النهاردة شبابنا لما بياخد المكملات دي يهموا إيه يهموا أنه يكبر عضلاته وعايز يعمل الشكل اللي احنا بنشوفه اللي هي فورمة الساحل وفورمة عمر دياب وإلى آخره اللي هي بيسألك عليها في الجم لما أنت بتروح هناك مشكلة الهرمونات إنها لها مشاكل لها حصرة لها بداية بتبدأ تعمل نوع من الحبوب اللي احنا بنور عليها حب الشباب بشكل بشع جدا سواء إذا كان على الصدر أو على الظهر أو على الوش دي حاجة الحاجة التانية إنها بتؤدي إلى إن يحصل حاجة اسمها sexual dysfunction أو اللي احنا بنقوله عليها العيوب الجنسية اللي بتحصل للشباب بتؤدي إلى العقم بتؤدي إلى السرطانات بالنسبة للبنات بتؤدي إلى إزالة السادي تماما وممكن تلاقي بنت من البنات اللي بلعبوا رياضة وبتأخذ هرمونات في المكملات الغذائية أو هرمونات صرف بيحصل عندها نوع من إزالة الصدر تماما بيطلع لها شنر يعني بتبقى عندها masculine بتبص تلاقي إن صوتها بيبقى جاشة زيها زي الراجل بالزبط يعني بتخلي الست أكثر ذكورة والرجل أكثر أونسا يعني بتلعب في الهرمونات وخدوا بالكم من حاجة إن ازدياد الهرمونات بين الشباب أدى النهاردة إلى ظهور المثلية صحيح ليه؟ لأن الجسم بدأ بيحول الهرمون التستوسيرون الزيادة إلى هرمون الاستروجين فبدأ يدينا الشكل المثلي اللي هو بدأ ينتشر النهاردة في العالم كله نيجي تبقى بعد كده السرطانات اللي موجودة دي التي لا حصرة لها كمان الهرمونات دي بتساعد على توقف القلب نتيجة تعامل الولاد مع الهرمونات بشكل في ميسيوز أو نتيجة استخدام سيء للغاية وعندنا أمثلة كتيرة جدا وأخيرهم كان الرجل الروسي اللي مات من حوالي أسبوع اللي قالوا عليه أضخم رجل في العالم نتيجة عهد عامله مع المنشطات ومع المكملات الغزائية النوع التالت من المكملات ده اللي بتعامل تحت السلم وده بيبقى عبارة عن بدرة سيراميك وبدرة سيبيداج إلى آخر وده طبعا نهايتها الحتمية هي السرطانات صحيح كارسة طبعا كارسة كجيم طبعا دي حاجة كويسة جدا ويعني حاجة طبيعية للولاد أنهم تروح تتمرن فيها وتربي عضلاتها بشكل طبيعي مش يزم يعني الحاجة دي كله عادي هو مش متسرع هو عايز ياخد الشكل اللي مش في زميله العادي يعني هو لو راح تمرر النهاردة في الجيم بدون هرمونات مش هيحصل أبدا نشوف الشكل اللي انت بتشوفه البشعة ده ده فيه كمان حاجة تانية ده فيه كمان بيحقنوا نفسهم بمواد بتبقى لوكل أو بتبقى من حجدها لا دي حاجة تانية دي اه خبالك لا ده هو ده هنا بقى بيهموا أنهم زيت الزيوت الزيوت دي ما بتمتصش في الجسم ولكن الجسم بيعمل حواليها فيبروز يعني معناها بيعمل تلايف وتفضل موجودة في دخولها في الجسم ويبدأ بيبقى فيه ما عندنا كده مايكروكلوت اللي هي بيسموها الجلطات الصغيرة اللي ممكن تتحرك من مكانها تروح على الرئة تروح على القلب تروح على المخ أو أن هي تفضل مكانها لغاية ما الجسم يبدأ يتكون عليها بكتيريا داخل المكان ده فبتعمل صديد ولازم يتفتح عليها ويتم ايه شفطها طب انت بتاخد المكملات الزيئية لي عشان تربي عضلات ربي عضلاتك عن طريق التبرينات انت محتاج انك انت تعمل قوة زيادة ممكن فيه حاجات طبيعية كتيرة جدا ومحدش بيلجأ اليها يزاق ملكات النحل الشوفان الجنين الامح الترفاس الحبة السودة كل ده حاجات موجودة في الاسواق وموجودة في الطبيعة والانسان مننا لو استخدمها هتدي له نفس الايفاكت بتاع المكملات الزيئية ولكن ملحاجة تأثير أنا بس ايزا اقول حاجة هو منظر اصلا العضلات الكتير ده بجد وحش حضلاتك اللي بتقولي كده لكن فيه ناس تانية بتبقى يعجبها المنظر ده عشان كده الولاد بتاخدها ليه تو اتركتها عشان يشد بس ايه نظر البنات اللي موجودين معاهم وخاصة لما بيبدأ فصل الصيف ييجي ويبسوا الميهات وينزلوا الساحل وإلى آخره فهو عايز يبرز مفاتنه هو بيبتهيق له كده طيب يعني دلوقتي فيه حد يبقى بتفرج علينا بينزل الجيم بقاله 17 سنة يقولك أنا طول عمري باخد الحاجات دي مو حصل ليش حي لا حيحصله والدليل على كده حيحصله دليل على كده ايه ان كان فيه زمان ألمانيا الشرقية وكان فيه ألمانيا الغربية لما توحدوا الألمانياتين ألمانيا الشرقية كان معروفة عنها انها كان بتدي كمية هرمونات غير عادية لشبابها ورياضيها علشان يطلعوا في الأولمبياد ويحققوا مكاسب لما توحدت الألمانياتين ألمانيا اللي هي الجزء الغربي أول حاجة عملتها دورت على كل الرياضيين اللي كانوا بطاعات ومنشطات اللي هي بقصود بها الهرمونات وبدأ يدلهم تعويض عن السرطانات اللي حصلت لهم نتيجة تعاطي ماشر عندنا أسماء كتيرة جدا بدل ما نعرف أسمائها منهم ممكن ابن فنان مشهور مات من فترة نتيجة المكملات الغذائية زميل عندكم كان في مزيع في إحدى المحطات تلفزيونية أو النمس الكلام يوتيوبرز إلى آخره الترزن الغربية مش عارف إيه الناس دي كلها في فترة وجيزة جدا بتموت نتيجة تعاطي المنشطات اللي هي بنقصد بها الهرمونات اللي بتبقى ملوسة للمكملات الغذائية المكملات الغذائية النهاردة انتشرت انتشار غير عادي في المولات وفي الصيدليات وطبعا الأندية الصحية بتباع فيها الكلام ده عادي جدا تباع فيها الكلام ده عادي جدا تباع فيها زي علب فضية حطين فيها زي فاودر كده نصها بتاخدها تملاها مية ترجها تشربها الجيم كله بيشتريها أولا ما فيش رقابة صحية على هذا الأمر ثانيا احنا ضمنين ده اللي هو إيه هل بتكلم على الايه على الويت بروتين وعلى الكرياتين وعلى الكلام ده ولا بتكلم على مكملات أخرى أنا بتكلم على هذا الكلام اللي هي أصلا بتيجي طبعا لو واسلا على سبيل المثال أنا لو من إشار العلبة الكبيرة دي اللي هي مستوردة ما هي المشكلة في المستورد تمام يعني مش المصري لا لا المشكلة في المستورد مصري ضرعا أكثر لا 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 المكلم ليه على المستورد لأن المستورد ده بيتعمل بره المصنع النهاردة لو ما كانش حيلوث المستورد ده به هرمونات خلاص هيخسر فمين اللي قال لنا كلام ده الـ FDA الأمريكية اللي هي الفود أندراج أسوسيش إن المكملات المصنعة في الخارج 66% منها ملوثة بهرمونات التسوسيرون أو بالهرمونات الزكريا طب أنا هعرف منين 66 الملوثة وال34 اللي هي مضيفة زي هرمونات زكريا وبتزيد الرجل أنوسة ما أنا بقول لك لما بيزيد نسبة الهرمون في جسم الإنسان بيبدأ الكبد يحولها من هرمون التسوسيرون إلى هرمون الأستروجين الأنسوي هرمون التسوسيرون المشكلة بتاعته إنه هو بيعمل ضمور للخسيطين في الراجل وبالتالي بيوصل إلى مرحلة العقل طب أخذ بالك ده وراء أجهزة خارجية بتلعب اللعبة ده ضد شبابنا علشان إنه هو بيحاول إنه هو يصدر لك هرمونات طبعا بلاس المخدرات اللي موجودة فيهموا إيه إنه كل من الهرمون موجود طبعا الناس كلهم ببصد ده هرمون مش مخدرات إحنا ما ناخدش مخدرات لا بس ده له مشاكل ده هدفه برضو في الشكل كشكل خفي قصة يعني انتشار المثلية الجنسية دكتور الانتشار المثلية الجنسية انت عارف طبعا النهاردة أمريكا بتسعى إليها وغيرها بتسعى إليها ده ولا الغرب بشكل عام لتحاول تروج لازيل لهذه الفكرة طيب أنا عشان أزود عدد المثليين دي فيه طريقة أوصلهم بها لها المثلي ده مش هيتولد مثلي ولكن هو نتيجة اكتسابه المثلية دي نتيجة تعاطي الهرمونات الزيادة عن اللزوم أو 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 واخد بالك بنصل إلى مرحلة النهاردة حتى هم بيحاولوا يدخلوها بأي شكل في الفكر والدماغة للولاد الزغيرين عن طريق ديزني وعن طريق كذا وعن طريق كذا وعن طريق كذا لا احنا لازم نقف يعني موقف بحماية لشبابنا في مصر هنا ان ياريت ان احنا نبتعد عن المكملات الزيادة طب ما وقلت بروتين يا دكتور يعني انا نهاردة لو كانت فرخة مش عارف عمل ايه طب ما تاكل بروتين لو كانت فرختين الجسم مش عارف عمل ايه مش هقدر ايخذ الفرختين ومن قالك ان انت تاكل فرختين ما تاكلت لك النهاردة البديل روح هاتها جنيل امح مأمون ونكويس جدا حطه على زبادي حطه على الاكل روح حط لك الشفان في عندك الحب كل دي حاجات موجودة في السوق ليه احنا مبنلجأش له ولكن هو الترند اللي ماشي ايه ان انا اخذ مكمل غزيادة بيستسيله بيستسيله احنا كلنا طبور ومشين واربعا الام اللي بتشوف ابنها النهاردة بياخد الوي بروتين والحاجات دي كلها وقعدة هي بتقوله كل يوم يا ابني يا حبيبي ما ينفعش والكلام ده كل الام هات بيبقى عندها رادار بتاعها من غير ما تبقى عارفة حتى تفاصيل علمية وابنها يقولها لا لا اصحابي كلهم انا في الجيم انا بقى لي مش عارفة كم سنة ما انا ترينر بتاعي قال لي يعني حريك تقولهم ايه لو توجهلهم بسانة بصي حضرتك هي قلة التوعية وقلة الثقافة هي اللي بتوصلنا لكده النهاردة برنامج زي البرنامج ده كام النهاردة بيتفرجوا عليه الاف وملايين بتتفرج على البرنامج فلو الام موجودة او الشباب الصغيرين موجودين او بيتفرجوا هيقول ايه لا ده انا هنا حبدأ اخاف وكش صح لما نيجي النهاردة في المدارس زي ايام زمان اخسل يدك قبل الاكل وبعده كتبنا لهم الكلام ده كله على الكرسات او على الكتب او عملنا لواء يعني ليحة كده او نعمل لهم بعض البانرز نكتب لهم عليها يعني ابعد عن المكمل الغزاء المكمل الغزاء يحتوي على كذا وكذا ده يؤدي الى كذا وكذا برضو خدوا بالكو هيبدأ الانسان يكش لكن طول ما انا النهاردة بشجع الولاد الصغيرين زي مثلا الشيشة النهاردة المنتشرة في كل حت محدش بيقول لحد ما تشربهاش بل بالعكس لابتدأت النهاردة تخرج بين حيز الولاد الى حيز البنات وبقت منتشرة في كل مكان لكن لو ابتدينا النهاردة نقول مخاطرها ايه هيبدأوا الناس تكش منها فانا رأيي احنا عشان نخرجش بس عن الموضوعنا الاساسي اللي هو المكمل الغزائي ياريتي يبقى فيه توعية بصفة مستمرة فيه البرامج الرياضية فيه برامجكم صباح الخير يا مصر فيه المدارس فيه الكليات مش عيب ان احنا النهاردة نكتب على كل الولادنا ونقولهم ويبقى حتى المواقع المقرؤة والجرائد المقرؤة كلها تكتب الكلام ده كله ازاي يا فاندم ما فيش رقبة من الدولة على الصيدلات الكبرى اللي انت بتخش الصيدلات بتلاقي البرتمان قد كده موجود على الرف قد حضرتك اسحب اي برتمان من اللي انت بتتكلم عليهم ده وشوف تم التسجيل له بوزارة الصحة تم الترخيص له بوزارة الصحة تم الموافق عليه بوزارة الصحة مش هتلاقي حاجة طب وازا بيبيع هذا مش مخارج دي قصة تانية لكن الحاجات دي كلها بتخش الليجل وبالتالي ده فيها خطور يعني بالليجل تتبع اونلاين افهمها لكن الليجل تتبع قدام الناس في صيدلية في الشارع طب والمول ده بحلات كاملة ما بتبيعش غير كده لكن ما فيش كمية امينة من المكملات دي ارجع تاني وقولك احنا عندنا 34% ما فيهاش هرمونات مش ملووزة حضرتك تعرفي ازاي ان فيه عندي 34% برطمان في وسط مية هما اللي سلام و66 يعني اصدى حضرتك ان هي المشكلة الاساسية في الهرمونات اه طبعا ما هي دي المشكلة ما انت النهار ده تاني حاجة احنا مش نساق هو معلش سؤال برضو يعني ربما يبدو سازك شوية هو الوي بروتين ده في منه للرجال وفي منه للستان لا 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 هو واحد هو واحد طب ازاي بيلعب يزود الاستروجين عند الست هو بيلعب في الهرمونات هو بيلعب في الهرمونات هي حيروح لها تسسسيرو اه واخد بالك وبالتالي عشان كده النهار ده ممكن تلاقي واحدة خصوصا الرياضيات يعني هتلاقي عندها عضلات كبيرة منظر غريب قوي جدا يعني فيه شخصي يعني حتى ده فيه بنات اللي هي بتلعب كمان لما تيجي توصي على المنظر تتهيالك إن عندها سدر هي ما عندها السدر لكن هي عندها عضلات والعضلات شكلها يعني بالبين وبينكو يعني شكلها باشع يعني مش ده المنظر الأنساوي اللي المفروض نحن بنتفرج عليه ان يبقى لها جماعة هم مش عايزين منظر أنساوي هم مش عايزين منظر أنساوي للأسف يعني لا بس يعني بين وبينك احنا كده خرجنا عن الطبيعة البألوفة يعني ان الست ست وراجبك تبدأ على كده قصة المثلية بتساهم فيها من نسبة كبيرة جدا مصانع الأدوية الخاصة بصنع المكملات هي دي مش مصانع أدوية دي مصانع للمكملات الغذائية دي مش مصانع أدوية لا مصانع مكملات الغذائية عشان كده قلتلك في الأول خلص لازم نفرق بين الأدوية اللي مكتوب عليها مكمل غذائي اللي هي الفيتامينز وبين المكمل الغذائي مكملات الغذائي مكملات الغذائية أما قوي انتشرت مؤخرا إعلانات كثيرة قوي على أنا مش عارفة هوا فيتامين ولا إيه بس هوا اللي بيفتح الجلد دا ولا بيفتح البشرة فيه دواء كده اللواء إيه كولاجين لا غير الكولاجين أنا مش عارفة إيه اسمه برد مش عايزة أنطقه غلط بس بيفتح البشرة ومش عارف إيه والكولاجين في علب وديه تتبع أونلاين يعني حتى مش صيدليات فين بقى هنا الرقابة يعني حتى لو كانت أونلاين أو حتى فيه بقى حطات تلفزيون تفتحيها كلها عبارة عن إعلانات لو أنا ما أحبش تفرج على الحاجات دي بتتقفل دي ها؟ بتتقفل بتتقفل؟ يعني من الحين لأخر ما تحصل على طيب يعني النهاردة المفترض أنك أنت لازم ترائب الصيدليات عشان ما تبيعش مكملات غزائية وخصوصا أن في بعض الصيدلات بتبيع مكملات غزائية في شنطة عربية موجودة بره قدام الصيدلية أو في شقة جنب الصيدلية أو هو بيبعتك لنادي الصحي يقولك روح النادي الصحي الفلاني هو حتلاقي عنده المواد اللي هي المكملات الغزائية دي هل ده يجوز؟ ده لا يجوز خد بالك إحنا عندنا 65 مليون هم شبابنا فإحنا ما كناش حنحافظ عليهم في فترة قريبة اللي بيقول لا إحنا بناخده ما بيحصل لناتش حق لا حيحصل ده مصيبة يا فانت طبعا 65 مليون يعني أنت أكتر تقريبا من 60% من الشعب المصري شباب فما حق شباب مصفتك خبير مراشطات دولي هل بيتم الكشف عن الكلام ده في البطولات الرسمية اللي داخل مصابقة كمال أكسام بيتم كل حاجة كشف ما عدا الألعاب اللي هي استعراضية اللعبة الاستعراضية دي لا تمت للرياضة بصلة لكن دي عروض في منها نوع كمال أكسام وفي منها نوع مصرع عشان ما نقولش للإسم ده ولا للإسم ده اللي بيفتح البشرة تقريبا اسمه جلوتاثيون تقريبا ده زي مكمل كده بقى بيتباع دلوقتي أونلاين تفتح لبشرتك ده دهان دهان لا يعني حبوب يعني الحبوب أخاف منها والبودر أخاف منه والسوايل اللي هي بتتشرب أخاف منها لأن من السهل جدا أن أنت تقدر تحطي عنصر الهرمون في وسط الحاجات دي كلها وطبعا زي ما بقولك كده الشركات دي بتسعى لأنها عايز تكسب هو المهاردة فتح مصنع بالشيء الفلاني في أمريكا ولا في أوروبا ده تبصت لأي شبابني يقولك إيه أنا جاي من المكمل الغزاي ده من أوروبا من بر آه ده أنا شريم من بر ملهاش علاقة ملهاش علاقة ربني يسلم على كل أولادنا وشبابنا ويعني فقرة مهمة جدا جدا نتمنى نكون فدنا حضراتكم بيها مهمة أوي نحن نبعد كل البعض عنها يعني بيقولك بعد عن الشهر وغنيله صحيح ما عملهاش نزمن نحط نفسنا وسط كل الدراما دي من غير فايدة في الأول وفي الآخر عشان نعمل فورمة شهرين ونرجع نبوازها في الشتاء كل كويس وخليك ماشي بداية سليم طول السنة وربني يسلم علينا كل الشكر لك يا دكتور دكتور قسامة غنيم خبير مكافحة المنشطات الدولية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا